انطلاقاً من أن تجمع الفرقاء السياسيين في البلاد حول طاولة واحدة أفضل من تبادل الاتهامات فيما بينهم تستمر المداولات بهدوء في اللجنة النيابية الفرعية مداولات ابتعدت بعض الشيء الثلاثاء عن مشروع قانون الانتخاب لتشهد تقديم اقتراح من النائب أكرم شيب حول النظام ككل منطلقه اتفاق الطائف مز الشيوخ على قاعدة القيد الطائفي يناقش القضايا الوطنية الكبرى ويعزز الثقة بين مكونات المجتمع اللبناني انتخاب مجلس نواب على أساس لا طائفي موقف الشهيب التزم ممثلاء أمل وحزب الله الصمت حيالة فيما رأى ممثلو التيار الوطني الحر والقوات والكتائب أن الوقت لا يسمح بمناقشته إذا عم نفوت بتروحات على مستوى أوسع فإذا أول شي سننا عم نحكيها بأمور تتطلب مؤتمر وطني وكمان عم نحكي بأمور ساعتها صارت تحتاج أنه لا تجري انتخابات حتى حلها أما إذا حقيقة ما بدنا نروح على اقتراع مذهب وهذا الشيء كمان بتفهم واتمنى ينعطى بدائل تؤمن هذه المناصفة بالشكل اللي نحن عم نطرحها نحن ما نمسكرين نحن منفتحين على جميع الاقتراحات نحن بأسرع وقت ممكن مصممين إذا ما في بدائل نروح على الهيئة العامة إذا في بدائل منظل نطرحها لنقتنع أو نقنع فيها تيارو المستقبل رأى أن طرح النقاب الشهيب جذري ويتطلب مراجعة القيادات وظل على رفضه النسبيا قادرين نناقش بكل الأمور لحتى نساعد النقاش الجاري في البلد لإيجاد حلول ونقدر نروح على الانتخابات نحن نصرع أن تكون الانتخابات بحزيران بمفهومنا الطرحات المطروحة كلها ممكن تجد لألحلول إذا صفت النوايا في الخلاصة اجتماعات لجنة متواصلة وفي الموازات حراك في الكواليس حول مقترحات انتخابية ترجمة نانسي قنقر